تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية أكد مع الشيخ خشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة استمرار العمل لتطوير وتحسين خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وفق أعلى معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وأشار معاليه إلى أنه في إطار العمل والمتابعة مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول معالي شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قمت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتطوير تسع خدمات مقدمة للمواطنين والمقيمين والعمل جار على تطوير خدمتين إضافيتين حيث هدفت من خلال عملية التطوير إلى تقليل خطوات الطلب والاعتماد على تقديم الطلبات إلكترونيا بما يحقق خطة التحول الإلكتروني ويحسن من الخدمات المقدمة ويرفع كفاءتها ويعزز النمو الاقتصادي اشتركوا في القناة